نتمنى إن شاء الله أن يكون الأهلي في الموعد وجاهز لمباراة القمة الجزء الثاني وهو حكام مباراة القمة طبعاً أنا يمكن سعيد جداً إن بارح كانت فيه ردودة فعلي إيجابية وناس كتيرة يمكن اشتغلت بعد ما احنا تكلمنا على مباراة القمة ومين ممكن يديرها وإحنا تكلمنا إن بارح بالمنطق قلنا عدد من أو بعض المعايير وتكلمنا في معلومات وشوية تفاصيل وكواليس باختيارات حكام القمة وقلنا الشواهد دي ممكن يكون قدامها إبراهيم نور الدين هو حكام مباراة القمة إن بارح الحمد لله ردودة لفكت إيجابية جداً والناس اشتغلت ورانا وأكدت نفس الكلام اللي احنا قلناه لكن بالتأكيد كلنا بننتظر خلال 24 ساعة جاي الإعلان الرسمي من اتحاد الكرة كمان في نقطة مهمة جداً لما طرحنا التفاصيل والكواليس المتعلقة بحكام مباراة القمة الناس كلها كان لها ردود فعل سلبية على إبراهيم نور الدين والناس كلها كانت مندهشة إزاي ممكن يكون الاختيار إبراهيم نور الدين خدوا بالكو مهم جداً الإعلام لما بيتكلم في معلومة وبيشرح تفاصيل متعلقة بكيفية اختيار حكم رد فعل الناس على السوشيال ميديا وانطباعات الجماهير أعتقد ممكن تكون مهمة عند لجمة الحكام في اختياراتها لأنه مهم جداً وانت بتختار حكم على الأقل يكون في قبول من الأطراف كلها والمنظومة كلها أن الحكم ده يكون جدير بإدارة المباراة هنشوف خلال 24 ساعة لما الاتحاد يعلن على صفحاته الشخصية هل إبراهيم نور الدين تبقى للتفاصيل اللي احنا قلناها ولا ممكن محمد عادل كابتن عصام عبد الفتاح يديره المباراة في ظل أن العام الماضي كان تصنيفه السابع ما بين الحكام الدوليين وده زعله وأبعده عن مباراة القمة فبالتالي ممكن المرات في القائمة الدولية تصنيف محمد عادل بارتاقى شوايف والكابتن عصام حابب يصالحه لأنه هو أكبر سنة من كل الحكام الموجودين حالياً فممكن يديله ولا يقولك مثلاً خلينا في اللي نعرفه واللي جربناه واللي الناس كلها متطمنة ليه فندي لإبراهيم نور الدينة ليه محمود البنة كل ده يعيبان خلال الساعات اللي جاية احنا قادر إن كان بنحاول نكتهد بنحاول نشوف المعلومة السليمة بنحاول نعرف أي أمور متعلقة أي اختيار كواليس الاختيار الاجتماعات اللي بتتم اللي بيحصل عشان في النهاية نحاول نوصل طبعاً أهم معلومة وأهم خبر بالنسبة للجمهور قبل مباراة القمة من الحكم اللي هيدير المباراة في نفس الوقت كمان لولا إن فيه مسابئة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بتتنظم في مصر خلال هذه الفترة من 5 إلى 19 نوفمبر كان الكابتن عصام عبد الفتاح لي فكر أو كان عايز أخد قرار بالاستعانة بمحكمة موجودة في مباراة القمة زي ما بيحصل طبعاً في البطلات الأوروبية لكن طبعاً عندنا 3 حكمات موجودين طبعاً في دوري أو في معسكر الحكام الأفارقة اللي بيستعدوا لدورة أبطال إفريقيا للسيدات فبالتالي يكون فيه صعوبة إن يتم الاستعانة بأحدهن خلال مباراة القمة ما بين الزمالك والأهلي بشكل عام أحمود أبو رجال أيضاً المساعد الدولة حالياً موجود في الدوحة عشان فيه معسكر الحكام الأفارقة اللي بيستعدوا لكأس العالم في الدوحة فبالتالي اختياره هيبقى فيه صعوبة فميه ممكن أسامي تانية كحكام مساعدين في النهاية هي أسامي محددة وكل واحد بيحاول يكتهد وبيشوف يعني كواليس اختيار كل حكم هتبقى إزاي انبارح شرحنا إبراهيم نور الدين لو تم اختياره هيكون بناء على المعايير ديت النهاردة ممكن الناس تتكلم في محمد عادل عشان تبقى فرصة أخيرة ليه لو هيدير المباراة وفيه رؤية تانية تقول لك ما هو الكابتن عصاب ممكن يقول لك اللي اختاره أو اللي عرفه أحسن من اللي ما عرفوش وكتردود الفعال عنه إيجابية فجربوا للمرة التانية واجيب محمود البن بخلاف كل ده على المستوى للشخصي كنت أتمنى يكون حكم القمة حكم أجنبي عشان ما يكونش فيه أي دوشة بخصوص حكم مباراة القمة قبل موعد المباراة يوم الجمعة بالتأكيد بإذن الله كمان وإحنا بنتكلم على إحصائيات مباراة القمة ما بين الزمالك والأهل يمكن شهر نوفمبر تحديدا شهر الخير والسعادة لكل الأهلوية في مباراة القمة